بعد احتجازها منذ يوم الاثنين الماضي بقرار من القضاء اللبناني في ميناء طرابلس أفد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن السفينة السورية لوديسيا التي اتهمتها أوكرانيا بأنها تحمل حبوبا سرقتها القوات الروسية غادرت لبنان متوجهة إلى سوريا وخلال تصريحات صحفية لوكالة رويترز أكد حمية أن السفينة غادرت لبنان إذ أظهرت بيانات الشحن على موقع مارين ترافيك للخدمات البحرية أن السفينة راسية قبالة السحل السوري بالقرب من مدينة طرطوس غربية البلاد هذا وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية الحكومة اللبنانية على إعادة النظر في قرارها الخاص بإطلاق السفينة السفارة الأوكرانية في بيروت كانت قد اتهمت ثلاثة سفن سورية من بينها لوديسيا بنقل حبوب مسروقة بصورة معتادة إلى سوريا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا ومنذ العام 2015 فرضت واشنطن عقوبات على السفن الثلاثة بسبب دورها المزعوم في إصراع الدائر في سوريا يشار إلى أن السفينة السورية لوديسيا رست في ميناء طرابلس اللبناني في السابع والعشرين من يوليو تموز الماضي محملة بحوالي خمسة ألاف طن من الشعير ومثله من دقيق القمح حيث تم احتجازها بعد أن اتهمتها كييف بحمل حبوب مسروقة من المخازن الأوكرانية